افتتح الوزير الموارد المائية والريئة دكتور محمد عبد العاطي مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالعاصمة الكنغولية كنشاسا وقال دكتور عبد العاطي إن هذا المركز يحقق الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبيانات حيث تم تزويده بأحدث نظم التنبؤ بالأمطار مما يمكنه من دراسة أثار التغيرات المناخية على دولة الكنغو موضحا أن مصر قامت بتدريب تاقم المركز الكنغولي على استخدام نظم التنبؤ بالأمطار والفيضانات